عايزين للقصر أنا طبعا هيروح للقصر إن شاء الله إن شاء الله بس يعني إيه المحطة جي لقرشين كده حيصفرون للقصر على طول وبعدين واحد بيقول لي شهامة رجل ياريت تيجي للعراق وسوي نفس هذا البرنامج مش مسألة شهامة على فكرة ولا مسألة جرأة ولا مسألة شجاعة أنا مستعد بكرة الصبح أركب الطيارة وروح العراق وروح العراق حتة حتة لأننا من عشاق هذه الأرض وعاشق لما في هذه الأرض من أجساد ومن رجال موجودين دلوقتي لأنها كلها مراقب عباقرة وعظام يعني فأنا أتمنى ونفسي جدا أصور لكم بيت سيدنا علي لأنه مازال موجود ونفسي جدا أصور لكم الجامعة اللي قتل فيه سيدنا علي أو استشهد فيه سيدنا علي وأوريكم المشهد الحسيني ومشهد العباس كل دا موجود ومشهد علي بن أبي طالب علي رضي الله عنه مشهد علي بن أبي طالب مشهد جميل جدا جدا مرقد تحفة يعني معمول ومهتمين بي جدا جدا بس هي تصريح أمنية مسألة بالله مسألة فلوس لأن الفلوس مش مشكلة خالص بالنسبة للعراق بالتبذات إنما المشكلة في التصريح الأمنية بس يعني لو يدون تصريح أنا روح ومعنديش أي مشكلة مش مسألة يعني العمار بيد الله هو حد يقول القرب لا يا سلام مانية أنا روحت المانية وفيه اقتراحات كتيرة قضية المعلمين بيريد تناقش قضية المعلمين للمرتبات حضرتك على أساس 14 مع الخصم يريد توصل صوتنا للمسؤولين والله هي مسألة يعني يعني طبعا أنا بقول المعلمين طب مرتباتهم هزيلة هزيلة وأنا بالصدفة كنت بروح بروح أماكن كده أشتري حاجات بتاع فقابلت ناس وقفين في المحلات بيبيوة مدرسين يعملوا مدرسين ومش في القاهرة في محافظات وبيجي يشتغل في القاهرة وبيرجع بالليل الساعة واحدة بالليل ويوصل بلده الساعة والتلاتة بالليل وينام ويس حروح المدرسة بينام قال لي بنام في المدرسة هو قال لي كده وأكتر من واحد ويرجع يجي من المدرسة على القاهرة موجودين دول موجودين وحتقول لي ده مهمل بينام في المدرسة أقول لك طب بص طيب ده بيعمل إيه يبقى حرامي يعني يعمل إيه مرتبه مثلا كنت سمعني في التلفزيون المصري أقول وكانوا يتغازوا مني أتكلم على 450 جنيه يعني مرتبات كانت زمان وانا لولنا مش من زمان أو كلام ده من عاشها 12 سنة انت دلوقتي حط قدامك 3000 جنيه لو المرتبات يعني تبقى دي كويسة شوف تعمل بيوم إيه يعني شوف تتصرف تقول لي يا ترى يعملو لك إيه وبعدين بص بقى بص المعلم بياخد كام وبيعمل كام قبل ما تقم يعني قبل ما نحكم على الآخر لازم نشوف ظرفه يعني ظرفه إيه طب هو ده راجل متجاوز ومخلف وتعلم على ده ما يقدر تعلم واخد شهادة عالية بقى مرتبه 2000-2005-3000 طب قولي ده إيه يعمل بيوم إيه عنده عائلين مثلا وبتاعه وملتزم زي ما قالت الدولة عجاب إيه يعمل إيه يعني عشان قبل ما نحكم عليه ونقول إنهم مفتري وبيشتغل في الموبايل مش عارف إيه والبتاع إيه نبص نشوف إيه أنت خدهم واسيبك ارميلوا الموبايل ده في البلاعة ملاش موبايل قولي 3000 جنيه نهاردة على بيت فيه ولديه طفلين وزوجة يعملوا إيه بس فياريت يبقى فيه دوت عشان خاطر يعني طبعا أنا هتابع الأفكار دي كل أسبوع إن شاء الله مع حضراتكو وفيه طبعا القضية إحنا طبعا لا نستطيع إطلاقا إن إحنا نتدخل في أي تفاصيل خاصة بالقضاءة لسببين أساس أن السبب الأول إن ده 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 النهاردة بيناقش بقضية أمام القضاءة تاني حاجة إنه إحنا ما بنتبعش الأحداث اليومية بالتفصيل لكن الدكتور عمر يوسري معنا هيتكلم فيه فكرة لأن القضية طرحت من جانب من جوانبها إن فيه ناس تقول لا 18 سنة ده إحنا نلغي 18 سنة دي المسألة دي يعني اسمحولي من راحة من غير ما تخضبوا إنه دي مسألة عالمية يعني إيه عالمية يعني العالم قرارها فلازم لا العالم أكيد عمل دراسات فقال إن النفس البشرية تظل في مرحلة الطفولة حتى سن 18 سنة فدي مسألة مش قضية واثنين والثلاثة وعشرة يعني نقول نغيرها فعشان كده حبيت أشرح لحضرتكم من خلال المتخصص اللي هو الدكتور عمر يوسري إن شاء الله يقول لكم يعني إيه 18 سنة ولماذا بعد كده بقى إنت تشوف إن ده ما ينسبناش يبقى فيه أساسة اجتماع وعلم نفسه هما اللي يقرروا دي مسألة يعني أنت قول اقتراح والناس تدرسه لأن دي اقتراحات ما بتبقاش عشوائية كده بتبقى ليه أسباب وعجات زي كده أنا بس فاهم من أي منطقة خرجت الدعوة بإن إحنا نلغي 18 سنة طفولة ديت ونخليها مثل 16 أو 14 فاهم من الغضب من الحزن على الشاب اللي راح من الطريقة البشعة اللي تم تديها الجريمة من أنا عارف يعني مستوعب ليه الناس غضت ووصلت للمرحلة دي لكن إن إحنا لازم نناقش المسألة ونسأل أهل الذكر عشان يقولولنا المسألة دي تمت زي ما